بينما تستمر الجهود الدولية والإفريقية لحل أزمة سد النهضة بطريقة دبلوماسية بعيداً عن أي تصرف أحادي يهدد الأمن والسلم الدوليين تضيف إثيوبيا مزيداً من الغموض إلى موقفها الذي يتسم بالتعنت فلم يكد يمضي يوماً على الإعلان عن توافق في ختم القمة بين قادة مصر والسودان وإثيوبيا إلى جانب الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقية على بلورة اتفاق قانوني نهائي منزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة حتى أصدرت أديس أبابا بياناً اعتبر مراقبون أنه يتلعب بالألفاظ حتى لا تبدو حكومة أبي أحمد في موقف متراجع أمام الرأي العام الداخلية وفي القمة التي دعا إليها رئيس جنوب إفريقيا اتفق قادة الدول الثلاث على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن الدولي باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة ورغم أن رئيس الوزراء الإثيوبي أشد بنتائج الاجتماع أعلنت حكومته عزمها مواصلة أعمال البناء والتشغيل استعداداً لملء خزانات السد في موعده المقرر بعد أسبوعين كما أعلنت أديس أبابا عن بديها في عمليات تطهير الغابات تمهيداً لملء سد النهضة مؤكدة استكمال أعمال البناء والتمسك بجدول الملء ويرى مراقبون أن الإعلان الإثيوبي مرده الأساسي محاولة التغطية على ما يوصف بالانتصار الدبلوماسي الذي حققته القاهرة والخرطوم بعد تدويل ملف سد النهضة وإجبار أديس أبابا على القبول بالوسطة الإفريقية رغم تمسكها سابقاً بعدم دخول أطراف متعددة في المفاوضات ومع اقتراب جلسة مجلس الأمن يؤكد دبلوماسيون في الأمم المتحدة اقتناع أعضاء المجلس بوجهة النظر المصرية التي ترجع أسباب عدم تحقيق تقدم في المفاوضات إلى عدم التزام إثيوبيا أكثر من مرة بما يتم الاتفاق عليها في جلسات التفاوض السابقة على مدار أكثر من خمس سنوات وإصرارها على التصرف بشكل منفرد بما يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين ترجمة نانسي قنقر